خصوصا من المنافسة الكل يتوقع ما زلت تكون منافسة شارسة بين جميع الأنبياء أول شي باسم محمد رحيم وحياكم الله بنال العربي مثل ما تفضلت راح تكون منافسة شارسة بنفس الوقت منافسة شريفة يعني احنا بنسبة لنا اليوم اول يوم تمرين راح نتمرن فترة عشر تايام بعدها راح نروح معسكر تدريبي بتركيا البرنامج كامل راح يكون بالمعسكر بعدها نرجع ان شاء الله ويعني نشتهد ونسوي اللي نقدر عليه يعني فترة العداد أصعب فترة على أي فريق متى ما أنت بديت صح راح تمشي صح لنهاية الموسم خالد متى نضم المدير الفني للفريق وأيضا يكتمل صفوف المحترفين للنحين ولا محترف حاليا بالوقت الحالي الفريق بغيادة الكابتن يوسف رشيدي المدرب مع الستاف اللي معاه أيضا زائد المحترفين راح يكون تجمع مكتمل الصفوف الفريق في معسكر بتركيا من أول يوم يعني يعني ولا واحد ينضم في الفترة اللي هي الفترة حالية بالكويت لا حاليا لا حاليا لا راح يكون تجمع كامل والصفوف مكتملة في المعسكر تدريبي بتركيا وخالد شفنا معظم الأندية تولى عن صفقات محترفيها لكن العربي للحين تكتم على أعلان الصفقات والله بالنسبة حق الأندية الثانية يعني حق مشروع لهم أن يتعاقد مع اللي يبي طبعا أكيد راح يشوفون الأفضل ومثل ما قلت لك بالنهاية هي منافسة أنا يكلمني عن فريقي أسألك عن فريقك يعني كل الفرق أعلنت عن محترفية لكن للحين العربي ما أعلن عن ولا محترف يعني السنوسي التجديد لكن حتى الآن معظم المحترفين متى من حاليا تجديد عقد السنوسي وعلى الدالي لك العارف أنت منحقق أنت منحقق أنك تحصل على المعلومة وأنا منحقق أني ما أعطيك المعلومة تكتم على المعلومة حقيا مثل ما أنت حقي أنا حقيا لا لا بس هو ما راح ما راح يستخبي كل شي راح يبين إن شاء الله بس هالفترة هذي كل شو بوقت حلو يعني ينضموا بالتركيا أو بالكويت كيف راح ينضمون وقبل أن ينضمون إن شاء الله راح الأسامة تطلعين حبيبي أنت المشكر